الإيمان أن نكتب غدا تهجوم عنيف شنه زعيم تحالف الفتح هادي العامري على الممثلة الأممية جنين بلاسخارت على خلفية إحاطة قدمتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي نفت فيها وجود أدلة على تزوير الانتخابات العراقية زعيم تحالف الفتح التقى برئيسة براثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في العاصمة بغداد حيث بحث الجانبان العملية الانتخابية بلاسخارت أعربت عن أملها بأن تنظر انفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية الانتخابية باستقلالية لجميع الطعون الخاصة بالانتخابات البرلمانية وحثت الممثلة الأممية الأطرافة كافة على إيجاد حلول سياسية جادة وتشكيل حكومة شاملة تلبي تطلعات الشعب العراقي من جانبي أكد رئيس تحالف الفتح لبلاسخارت أن رفض نتائج الانتخابات جاء للحرص على المسار الديمقراطي منتقدا في الوقت نفسه متح الممثلة الأممية للمفوضية العليا للانتخابات والدفاع عنها رغم الأخطاء الكبيرة في إدارة الانتخابات كما انتقد العامري إشادة بلاسخارت الكبيرة بالجانب الفني والتقني متناسية للإخفاقات الكبيرة للأجهزة مشيرا إلى أنها لم تتصرف كممثلة للأمم المتحدة لمساعدة العراق في حل مشاكله بحسب مهام البعثة وإنما تتصرف كمندوبة سامية وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا ويعد تحالف الفتح وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 16 مقعدا بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018 وثمانية عشر